السلام عليكم ورحمة الله اليوم حبيت اقدم لكم طريقة عمل البانكيك بس مختلف شوي محشي بالكريمة وايضا رح نستخدم الكاكا والباودر بالبداية احتاج اربع بيضات هذه الكميات شبيرة اذا حبيتوا تنصفون المقادير فهنا خليت ظرفين من الفانيلا او ظرف ثلاثة اربع الكوب من السكر خليت رح اضيفها تدريجيا على البيض اثناء الخفق او اذا حبيتوها شوي بين بيها الحلاوة اضيفون كوب كامل ثلاثة كواب من الطحين ونصف كوب من الكاكا والباودر وايضا عدنا ملعقة طعام من البيكين باودر ابدأ انخلهم على مرتين حتى يصيروا يانا سفنجي رشة من الملح جدا بسيطة يعني اقل من اللي خليتها آني حتى ما تبين بيها الملوحة يعني رشة بسيطة جدا هنا من بعد ما نخفق لدينا البيض وصار هذا العونة مع السكر فغيرت الخلاط هنا خليت فقط هذا اللي يخلط للعجين يستخدم للكليتشة للعجين الدهنية مجرد ما رح اخلي المواد بس انا مسرع الفيديو اخلي الطحين على الخليط الاول وابدي انزل بالحليب تدريجيا اخذت كوبين ونص من الحليب لحد ما يوصل عدكم القوام نفس القوام اللي شفتوه هنا هذي العلبة فارغة اذا حبيتو يعني شون مالت الكتب بالضبط اذا موجود عدكم متوفر اذا ما متوفر ننزلها بالكوب العادي الخلطة فرغت بها الخليط هذي يكون قوام الخليط اضافة الحليب تدريجيا لحد ما تصون لهذا القوام هذي الطاوة تكون فلات تنفع للبانكيك تنفع للهامبورغر او البورغر او بالطاوة العادية تخلوها على نار وسط بس تكون شوية واسعة تقدروا تنزلون بها البانكيك اول ما تبدي تطلع فقاعات على الوجه نقلبها ايضا تنفع للقطايف هذي الطاوة رخيصة وموجودة متوفرة اكثر من محل او ستور اشتريتها من بيجيز هاي ما شاء الله مستوية وصفنجية فننزلها على ورقة زبدة او على الفد شبكة سلكية حتى ما يعني تعرق هنا اذا حبيتوا تخلون حبيبات الشوكولاتة كثير طيب يطلع بيها بداخلها هاي من بعد ما تستوي هيتش يصير شكل حبات الشوكولاتة الموجودة بوسط البانكيك بالنسبة للكريمة حسب الرغبة تقدرون تخلون الكريمة جاهزة او الكريم شانتي هنا استخدم الضرفين من الكريم شانتي وضفت عليهم آآ فانيلا لان آآ النوعية هذي مو اللي دائما استخدمها فحبيت استخدم الفانيلا حتى يعزز النكا بيها هذا يكون قواما بعد الخفق يعني تقريبا دقيقة او دقيقتين ونخلي الكريمة بالوسط ونحشيها ونخليها بصحن التقديم هواية طيبة هواية رح يحبوها الاطفال انصحكم تجربة هذا الطبق اتمنى يعجبكم ما تنسونا مشتراككم بالقناة اذا ما كنتم مشتركين حتى ان شاء الله توصلكم كل الوصوات الجديدة في امان الله حبايبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة